السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير. اه النهاردة ان شاء الله هنعمل معكم الجنبال المقلي. اه اول حاجة ما جايب معكم هو لسه ما نضفتوش. انا بس غسلته وشطفته كويس قوي. اه لازم ان يتغسل قبل ما بنقشره وكويس قوي. اه انا غسلته وادلقى بقى نضفه معاكم. اول حاجة اه ان انا الراس دي بشيلها كده. وبحطها عشان انا بستعملها. والرجول دي بقصها بمقاص. وبقشر القش ده. وبرده مش بالمية عشان انا باستفاد بالقشر ده او هتو الرغس. كده. اه اخر حاجة بقى في تنظيف الجنبال ان هو هنا كده في الضغر بيبقى فيه حبل بيبقى فيه رمل. المفروطين انا اطلعوا عشان لا ما نطلعتوش لما بنيجي ناكل الجنبال بنحس برمل جواه. بنيجي من الضغر كده بنفتح بالسكينة كده. فتحة صغيرة. وبعمل بالسكينة كده. اهو تده يطلع معي اهو. بروح شداب الراحة كده. اه هو ده الحبل اللي بيبقى فيه رمل. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. بالوقتي انا عملت كل كمية الجنبالي هيت وفات بس معايا واحدة. قلت برضو عملها تاني معاكم. اه ده القشر اللي تلع من الجنبالي وده الجنبالي دول اللي انا برميهم بس من الجنبالي. اللي هي الشنبات والرجول بتاعت الجنبالي بس. انما الروس والقشر ما برميهاش. لانها بتتعامل بيها شربة بتبعها جميلة عليه. وكمان برضو مخسلهوش بعد مع الشرب. لان الراس بيبقى فيها حاجات صفرة زي كده. هي الحاجات دي اللي بتدي تعمل الشربة. اه ولو انا فصلتها كل ده هيروح في الماء. اه. اخر الواحدة هي برضو هعملها معاكم برضو تاني. اللي بقطعه له هو الشنبات دي والرجول دي بس. هما دول. بقصهم بالمقص كده. في ناس هبترميه مش بس صباحة مش بحبوه. والرجول دي برضو بقصها كده. بعد كده الراس دي برفيلها كده. اه الحاجات اللي جوها دي بقى هي اللي بتدي الطعم في الشرطة. بالسكل ده كده. بقشر كل القشر كده. وبشدها من تحت كده هي. تلعت كلها سليمة على بعضها هي. اخر حاجة بقى. باجي من الضهر دي انا بفتحها صغيرة. بطلع كيس. ده نضيفة هون ان شاء الله. ساعد بيبقى فيه كيس نضيف وفيه كيس ما بيبقاش نضيف. ده نضيفة هون. مش عارفة وبين ولا لا. بس كده انا وخلصنا اضفت كل الجنباري. اه هنضف بقى الحاجات دي وارجع تاني اقول لكم هنعمل ايه معظم. دلوقتي انا بعد ما انا اضفت الجنباري كويس. اه جيت بقى الدول من انا هتببله. اه والجنباري انا مغسلتهش بعد ما اشاره. المفروض بيتغسل قبل ما يتقشر. لو اتغسل بعد ما اتقشر بطعم منه بيروح. بالوقتي بقى هتببله هنزل بالجنباري. كده حطيت الجنباري في البولر. هعصر بقى عليه لمونة. واحطله عربة خلي صغيرين قوي. حوالي معلقة خلي كمين. وكمان ما لقتلتم. طم مفرون. وحطله فلفل اسوط. كموت. وكركم. ما قطرش الكركم. وملح طب. هقلت بقى كل دي كويس. هسيبه بقى منقوع ساعة في التلاجة في التدبيلة دي. وبعد كده هنقليه مع بعض. هسيبه وارجعلكه تاني ان شاء. دلوقتي الجنباري بعد ما سيبته ساعة في التلاجة اجيب بقى ان انا هعمله بالدقيقة علشان ايه. اول حاجة انا جايبه طبقين هنا كوباية دقيقة وهنا كوباية دقيقة. هحط معلقة فلفل اسمر هنا. معلقة هنا بقى. من الملح برضو. هنا حبدت ملح نص معلقة كده. وهنا نص معلقة ملح. والكركم. هنا نص معلقة كركم. وهنا نص معلقة كركم. والكمون. هنا برضو نص معلقة. وهنا نص معلقة. هقلبهم بقى الاتنين. هاجي على اول طبق من اللي في الدقيقة دوت. هحط عليه مياه. معايا كوباية مياه هنا هنا. وهقلب. انا عايزها هتبقى عجينة سقيلة. شوعة عجينة الكيكة كده. كده انا قلقت المياه مع بيه اهو. هي تقريبا انخدت الكوباية لربع مياه فقط بس تحبز غيري المياه من الكوباية. ده بقى السمك بتاعها اهو. هاجي بقى الخليط ده هنزل بيه على البنبر. هقلب الجنبالك كويس. بعد ما حطيته وقفل الخلطة هين هاخده بقى كده. وحطه في الدقيقة التاني. وهعمله بالدقيقة كده. وهنفضه كويس كده. وحطه هين. هاخد واحدة تانية. هحطها برضو في الدقيقة. هنفضها هحطها هين. هعمل بقى كل الكمية بالطريقة دي وارجع لكم دي. ودلوقتي بعد ما بطنت كل الجنبالي بالدقيقة بالشكل ده هروح بقى ورفق ليه على النوم. جبت طاصة وخطيت فيها زيت وستكتها تسخن. الزيت سخن معي هوت. هنزل بقى بالجنبالي. هسيبه يحمر من المحيا دي. لما يحمر اقلبه. هتلعه ووردهه ان شاء الله. ده كده هشتلي الجنبالي هوا يا حبيبي بعد ما خمرت وخلصته. جميل ما شاء الله وده من قلب هوا ومقرمشه جميلة هوا. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم. وعملت معي كمان صلاة خطرهية. وكده بيكون الفيديو بتاعنا خلص. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتقول لنا رأيكم في التعليقات. واللي مشتركش يشترك في القناة وفعل الدرس عشان يوصل له كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.